اهلا بكم من جديد في حديث القاهرة اللي لم ينقطع من مبارح عن قضية الفنانة من شلبي الحقيقة احنا حنقف هنا كقصة اخبارية سريعا قدام مجموعة من النقط البسيطة اللي لفتت نظرنا في القضية دي ولازم ان احنا نقف قدامها لان النقط دي كانت بالنسبة لنا حاسمة للجدل ومجيبة على اسئلة وتستحق مننا كمان تحية اول مكان حنوجه له تحيتنا النهاردة وبنوجهه له مش بس عن هذا الحادث ولكن عن كل ما سبقه من احداثه وكان اول حاجة بتطلع حاسمة هو بيان النيابة النيابة العامة بتطلع بيان في كل قضية بتشغل الرأي العام او قضية تمس من قريب او بعيد تساؤلات محتاجة لاجابة فورية الحاسم فيها دايما هو النيابة العامة بالبيانات اللي بتخرج منها وبصراحة فقضية الفنانة من شلبي كان فيه اكتر من سؤال شغلين الناس واحنا كحديث القاهرة بعيدا عن البيان اللي صدر من النيابة العامة المصرية بشكل سريع جدا ووافي جدا سألناهم الاسئلة دي واخدنا الايجابات ده شكل البيان اللي خرج بشكل رسمي واتكلم على ان النيابة امرت باخلاق سبيل الممثلة من شلبي بعد استجوابها اثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزاتها مواد يشتبه في كونها مواد مخدر وورود محضر التحريات حول الوقعة وبعد كده هي تم اخلاقها بناء على انها سددت ضمانات مالية قدرها 50 الف جنيه بيقول ان يابل عما طلقت اختار ظهر يوم الجمعة بان الممثلة من شلبي تم ضبطها بمطار القاهرة وبحوزاتها عدد من الحقائب تحتوي على متعلقات شخصية ووضعها على جهاز الفحص تبين وجود كثافة عضوية بداخلها كثافة عضوية دي يعني معناها ان مواد خاصة بالشبه المزروعات او الحاجات العضوية بداخلها لما قاموا بتفتشها تفتيش دقيق اصفر على العثور على مواد يشتبه في كونها مخدرات فالقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة اهم حاجة في الجزئية دي هي ان التحريات بتقول وده اللي عمل لبس التحريات بتقول ان المواد اللي تم ضبطها دي كانت بقصد التعاطي لكن لما تم سؤال الفنانة من شلبي قالت انها ليس لها علاقة بها طيب ده كان بيان النيابة فيه كم سؤال كان عند الناس واحد ليه تم اخلاق سبيل من شلبي وما تحبستش اتنين ليه ما عملناش تحليل مخدرات لمنا شلبي احنا هنا كحديث القاهرة توصلنا تماما مع مصدر قضاء رفيع المستوى عشان نسألوا على السؤالين بتوع الناس فالاجابات جات لنا كالتالي واحد غالبية قضايا التعاطي غالبية قضايا التعاطي لا يصدر فيها ابدا قرار بالحبس الا اذا كانت القضية دي مرتبطة بجريمة تانية زي ايه؟ زي القتل الخطأ مثلا او قيادة السيارة تحت تأثير هذه المواد المخدرة وغيرها من الحاجات غالبا لو ما فيش حاجة من القضايا التانية دي مرتبطة بيفرجوا ما بيبقاش في حبس وبيفرجوا مع ضمانات مالية تاني حاجة ان ليه الفنانة منا شلبي ما خضعتش لتحليل مخدرات كانت الاجابة ان منا شلبي جاءت من دولة اجنبية الدولة دي بتبيح تناول المخدرات يعني حتى لو كان فيه في دمها مواد مخدرة ما كانتش الواقع على ارض مصرية فبالتالي غير خضعة للقانون المصري فمش هنعمل لها تحليل مخدرات هي جاية من برة يعني الموضوع في المطار فبالتالي الاجابة على السؤالين اللي الناس اتكلمت فيهم وقالت ان فيه محاباة اجابة فيصلية من مستوى رفيع في القضاء المصري اللي احنا بنحترمه جدا وزي ما قلنا بنحترم جدا النيابة العامة بالبيانات السريعة الحاسمة اللي بتخرجها علشان تكون هي الفايصل اللي بيعتد به واي كلام خارج بيان النيابة العامة او اي كلام ما بيتخدش عن مصدر موصوق فيه زي ما احنا كده كحديث القاهرة لجعنا للمصدر القضائي وقال لنا ليه ما تقبضش عليها وتحبست لما تقبض عليها وليه ما تعمل لاش تحليل مخدرات نتمنى الجميع يعمله البيان التاني اللي وقفنا قدامه ما كانش بس البيان البيان والتصريحات كمان اللي كانت على لسان السيد نقيب المهن التمثلية نقابة المهن التمثلية بتوقف وراء اعضاءها الطبيعي لكن هنا كان الموضوع انساني وقانوني ايضا لما خرج بيان النقابة بيقول ان احنا آسفين تعرب عن أسفها ايه أحزننا تداول بعض الأخبار والوقائع اللي بتنال من الفنانة منا شلبي عضو النقابة وقال ان الأخبار دي بتستبق تحقيقات النيابة وتمثل خرقا لكل الضمانات اللي كفالها القانون لأي شخص طبيعي مش للفنانين والفنانات تصوروا بقى ان ما نوشر عن الفنانة منا شلبي كان كمان يحتوي على بيانات شخصية في غاية الأهمية عنوانها رقم بطاقة الرقم القومي بياناتها الشخصية ودي حاجات لو حد مواطن عادي ممكن البيانات دي يستخدمها في انه اللي عايز ينال منه ينال اللي عايز يزور عقد يزور اللي عايز يستخدمها في اي حاجة ويوقع بالرقم القومي هيعمل لكن لما تبقى شخصية عامة وفنانة ليها ثقالها زي منا شلبي يتنشر عنوانها كده وبياناتها الشخصية معناها لو ما تكلمناش عن الموتورين اللي مترصدين ليها زي المترصدين لكتير جدا من فنانين اذا ما اعجبهمش عمل ليهم او فكرة بيقدموها وهي طبعا الشاهد عندها اعمال مست نس واحنا عارفين مين الناس اللي مستهم الاخيرة هنلاقي المعجبين لو الموتورين ما رحوش تحت البيت المعجبين هيروحوا تحت البيت فتعرض حياة شخصية عامة للخطر احنا كمان وقفنا مع اللي قال ومش بس البيان الفنان اشرف زكي بالفيديو مع زمايلنا في العزيزة القاهرة 24 خلينا نشوف جزء من اللي قاله ونرجع ده جزء من الكلام كمان اللي قاله سيد نقيب المهنة التمثلية السؤال بقى اللي اجابته مش هيكون ليها اي وجود قبل ما يخرج بيان النيابة والجزء الخاص بتقرير معمل الطب الشرعي والتحليلات الخاصة بالمضبوطات امتى تتحول هذه المضبوطات لصفة انها مواد مخدرة بقصد التعاطي او بقصد حيازة مواد مخدرة ايه النسبة اللي حتكون موجودة فيها فبالتالي اذا كان فيها مواد مخدرة بالفعل فبالتالي حيتم اعتبارها مواد مخدرة المعمل هو اللي حيقرر ده النتائج اللي حتخرج والتقرير اللي حيبرده بمنتهى الشفافية هيعلن على الناس هو اللي حيقول فبالتالي اي كلام قبل ده هو استبقل الاحداث وينبغي ان يتوقف لان انا اتطور ان المسئولية القانونية اللي حتكون واقعة على اي حد بيتدول اخبار غير حقيقية بعد انتهاء هذه القضية من المحاميين الخاصين بالفنانة من ناشلبي او غيرها حتكون حازمة جدا وصارمة جدا بدءا من مين تعد على بياناتها الشخصية ونشرها وانتهاءا لانه حيتم تتبعه وانتهاءا بمين اللي بيتكلم في هذه القضية ولسه ما صدرش لحد دلوقتي تقرير تقرير معمل الطب الشرعي اللي حيشوف ايه هي المحتويات والمضبطات مرة اخيرة بأكد تواصلنا مع مصدر قضائي رفيع المستوى جاوب لنا على السؤالين ليه ما تحبستش مننا شلبي؟ لان في اغلب القضايا اللي فيها مضبطات بقصد التعاطي بيتم الافراج بكفالة اذا لم تقترن بقضية اخرى زي استواء تحت تأثير المخدر او القتل او غيره تاني حاجة ليه الفنانة مننا شلبي ما تعملهاش تحليل مخدرات وارفق بالتحقيقات دي لانها لسه وصلة من دولة اجنبية ما عندهاش مشكلة وتبيح تعاطي المواد المخدرة اذا اذا حتى فيه في دمها مخدرات فهو خارج القطر المصري اصلا فلا تعاقب عليه القوانين المصري فنقفل بقى الموضوع ده وننتصر حسم الموضوع من الجهات المعنية لما يخرج التقرير طيب القصة القادمة هي ايضا قصة الشارع المصري الدهب زينة وايه؟ وخزينة لكن لما نقول ان ارتفاع سعر الدهب في مصر هو ارتفاع غير مسبوك وصل لاعلى مستوى ليه حتى هذه اللحظة جرام عيار واحد وعشرين النهاردة وصل لألف ربعمية وخمسين جنيه زيادات الاخيرة خلال الكام يوم اللي فاتوا اكتر من ربعمية جنيه هو ايه اللي بيحصل بالزبط في الدهب؟ وليه بيزيد رغم ان العالم كله ما فيهوش هذه الزيادات في اسعار الدهب؟ ده السؤال اللي بيطرحه الناس وحيزيد كده كتير احنا هنعمل ايه؟ خلينا ناخد الكلام من اهل الخبرة اللي عندهم المعلومة الصحيحة واحنا معانا على التليفون الاستاذ هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للدهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اهلا بحضرتك معانا استاذ هاني اهلا بيك استاذ هاني ايه اللي بيحصل في اسعار الدهب؟ مرارة وخصوصا ان احنا مش شايفينها ارتفاعات ليه علاقة بالقياس بالعالم واسعار الدهب في العالم خلال الفترة اللي فاتت؟ هي حقيقة فعلا ارتفاعات غد مصدوقة احنا لأول مرة بنسمع الاسعار دي واحنا كتجار او معانيين وصلاع احنا برضو مش مستوعدين للاسعار دي وبالتأكيد هي مؤسرة على القطاع قبل لما تكون مؤسرة على المستهلك لان كلما ارتفعت اسعار السلعة اللي احنا بنشغل فيها كلما قلل اقبال عليها او حصل بنوع من انواع الاتراب الاستقرار في الاسعار مستمر بقال فترة بيتزايد نتيجة لمحدودية الدهب الخامل اللي موجود وانه بيتم الطلبات اللي بتطلب عليه حاليا يعني غير مسبوقة مؤسرة جدا على صناعة وتجارة هذه الصناعة العريقة المزولات الدهبية الطلب عليه عالميا ولا الطلب عليه داخل مصر؟ لا احنا بيتكلم على المستوى المحلي تمام طب على المستوى المحلي يا استاذ هاني حضرتك بتقول ان ده بيأثر مش بس على الناس بيأثر علينا احنا لان لما بترتفع الاسعار بتقل المفترض تقل حركة البيع والشيرة هل ده اللي حاصل فعلا خلال اليومين تلاتة اللي فاتوا دول قلت حركة الشيرة في الدهب؟ حركة البيع والشيرة تعتبر متوسطة الى ضعيفة اللي هي اللي مع المستهلكين لكن هناك حركة اخرى بتطالب او بتعتمد على الخام الدهب الخام وده مؤشر برضو مهم جدا لازم يتحط في الاعتبار ونبتدي يعني يتم درسته وكيفية معالجة طيب حضرتك ارجع تاني الجزئية اللي طرحتها في السؤال الاول ليه بيرتفع سعر الدهب في مصر رغم انه مش مرتفع عالميا الارتفاع كزي ما احنا عارفين احنا كنا مرتبطين او يعني معروف متعارف ان ارتباط سعر الدهب في اي حتة في العالم مرتبط بالبورصة بتاعته اللي هي البورصة العالمية والحاجة التانية انه سعر البورصة العالمية مقوم بالدولار وبالتالي لما انتدى يحصل تعوين للجنيه المصري مقابل الدولار ارتفعت اسعار الدهب الا انه ما زال هناك طلب ما بيوفهوش عرض يعني بمعنى ايه بمعنى انه ما فيش ناس بتاعر الدهبها للبيع برغم ارتفاع سعره لانه متوقع انه هيعلى اكتر لانه اه مخزون قيمة وفلوسه فيه ومحتفظ بقيمته برغم يعني اي الظروف تانية او مقارنة با اي حاجة تانية فهو محتفظ بقيمته استاذ هاني حضرتك ربط ده اتفضل مفيش عرض للبيع مع ان فيه عرض للشراء يعني فيه طلبات شراء عالية جدا بتتخطى المعروض للبيع وبالتالي الاسعار ابتدت ترتفع طيب انا حاخد من حضرتك في جزئية سريعة حضرتك قلت الدهب في مصر او في البورصة بشكل عام مرتبط بسعر الدولار واحنا من المفترض ان سعر الدولار تحرر للمرة التانية بس هو واقف عند حد معين ما بيزيتش فبالتالي ليه برضو بيزيد الدهب هل ده ليه علاقة بحاجة معينة يعني بقالنا فترة الدولار ثابت هو لان احنا ما بنستوردوش حاليا من الخارج فبالتالي الكمية اللي موجودة داخل القطر المصري هي اللي عليها الطلب والطلب عليها متزايد وبالتالي بيحصل ارتفاع فأسعار يعني عدم الاستيراد للدهب هو ده اللي مخلي سعره عالي لان المعروض قليل والطلب كتير طب تنصح المواطن بايه بقى؟ يعني المواطن العادي اللي بيسأل دلوقتي اروح اشتري اروح ابيع اتعامل ازاي في الفترة اللي أنا موجود فيها؟ احنا بنقول ان الاستثمار في الدهب هو استثمار طويل للامد وبنقول انه مخزوق قيمة وبيحافظ على قيمته برغم كل الظروف او مقابل ان النقد اللي ممكن يفقد جزء من قيمته وبالتالي اللي مش محتاج فلوس او اللي مش محتاج ان هو يتحرج بحاجة معينة طبعا من افضل له ان هو يحتفظ بالدهب قرار الشرق ده بيتوقف على كل واحد بحسب الاحتياجات وبحسب السيولة اللي موجودة معاه فان كان موجود بمزهله فائد فبرده الدهب يعتبر ملاز امن ويعتبر مخزون للقيمة فممكن يشتري توقعتك انه هيعلى اكتر من كده اذا استمرت الامور على ما هي عليه الان ولا حيتزم في السوق اذا استمر الطلب المتزايد ده لفطرة يعني مستمرة لمدة معينة هيفضل هذا الارتفاع وان كنا لا نحدث هذا يعني وان كنا احنا عاملين في القطاع متأثرين من الارتفاعات دي وغير مرجوب فيها من ناحيتنا احنا لكن يعني لا بزياد ضحيلة يعني او يعني هو طالما في طلب فبالتالي هيرتفع السعر طبيعي عرض وطلب احنا مشكرك جدا الاستاذ هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للدهب والمنجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ده وضع الدهب في مصر والخبرة بتوعنا قالوا لنا السبب ونعمل ايه خلال الايام دي طبعا اتقرر ليكم دلوقتي الناس اللي كانت بتتكلم على الرز وارتفاع اسعار الرز واحنا بنتكلم هنا على ان الرز المحلي بقى موجود وا 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 كل حد بيطرح كلمة الحرب الروسية الاوكرانية اثرت علينا ازاي وعلى سلال سلاسل الامداد وتأثيراتها تحديدا في الحاجات الغذائية لو قلنا رز هيبقى ازاي خلينا نشوف التقرير ده وهو بيوضح اسباب والحالة المتعلقة بالموضوع اللي بنتكلم في ده شوفوه وارجعوا النادي اهلا بيكم من جديد في حديث القاهرة باقي من الزمن 34 يوم وينتهي سنة 2022 طب قبل ما تخلص 2022 بقى الناس اللي بتحب القرية وبتحب تتعلم وبتحب تشوف من اجمل المحتويات اللي كانت بتتقدم خلال الفترات اللي فاتت ليه علاقة بالكتب وتلخيص الكتب واهم الكتب اللي ممكن تقراها وتقف قدامها ازاي كان بريف فرغيف اللي بيقدمه انور ابو ريدا اللي كان معنا هنا في حديث القاهرة واستمتعنا بحواره واصرينا عليه انه يبقى معنا في حديث القاهرة ويقول لنا اهم واجمل الكتب وموضوعاتها اللي ممكن ما ينتهيش عشرين واثنين وعشرين غير ما نقراها أسكرك يا أستاذة كريمة على الدعوة أنا تمام الحمد لله منورنا جدا وأخبار ريدا تمام تمام بتسلم عليك احنا كم بتسلم عليها يا ريدا اقري معنا بقى الكتب اللي بابا حيحكيه عندنا نهاردة كان كتاب عندنا تماما كتب لو ما كانش عندك وقت تيرى من أول السنة حاول تيرى اللي ربنا يقدرك عليه منهم قبل ما السنة دي تخلص أول كتاب منهم في الصحة العامة اسمه وايو سليب أو لماذا أنا نام والكتاب دا الحقيقة أنا لما شفته في المكتاب الأول مرة لقيت الراجل اللي بيحكيه على الكتاب بيقول انت حراتك عارف ان انت تلت حياتك فاتك وانت نايم تقول له لا تلت حياتي ازاي قالي ما انت لو اليوم 24 ساعة وانت بتنام 8 ساعة عارف المتوسط يعني 30% من اليوم انت نايم لو عندك 30 سنة ففيه عشر سنين فتوكر ان ان انت كنت نايم فمش عايزت عارف ايه بيحصل فيهم ما خبيش عليك اه عايزة عارف ايه بيحصل فيهم فجبت الكتاب دا واللي كاتبه وماتي واكر دا دكتور كندي والحقيقة هو كتاب فيه اسرار كتير بتتكلم على النوم وهو كتاب ملازلس كده يعني هو 510 صفحة ما شاء الله اه يعني فيه مصرحات كتير تعتبر طبية لكنه صحة عامة مقدرش اقول ان هو كتاب طبي في المقام الاول مترجم وده حظنا كويس جدا لان هو ممكن يتقري بالعربي لو بالانجليزيك انا هيبقى اصعب شوي بيحكي باختصار شديد انت ايه اللي بيخليك تنايم ويه اللي بيحصل لك انت نايم ولو ما ننتش كويس هيحصل لك ايه في 500 صفحة بقى من الاسهاب وبتاعها الحقيقة ممكن من الحاجات السريعة اللي هحكيها لك على الكتاب دا ان انا الشخص ما كنت عارف هو احنا بالنام ليه ويه اللي بيحصل في التمان ساعات دول وليه ممكن وانا نايم اسمع حاجة صحين من النوم وحاجة تانية تحصل ما اسمعهاش وانا نايم كتاب يجاوب على الحاجات دي وبيحكي على جزء صغير كده وده يعني النصيحة للسريعة اللي ممكن نديها للناس من الكتاب ان انت بتبقى عايز تنايم لأسباب كتيرة جدا اهمها حاجة الجسم بيفرزها اسمها الأدينوزايم الأدينوزايم دا بيفرز من الجسم من اول ما تصحب كل ما يزيد نسبته في الجسم كل ما البناء ادم بيحس انه حيموت وينام لما مع ساعات صحيان كتير الأدينوزايم في الجسم بيبقى قد كده فتحس انه عايز بيقولك يلا النام بقى المشكلة اللي بتأذي الناس وهي في القصة دي اللي تخليك مش حاسس بكمية الأدينوزايم اللي في جسمك الكفايين اللي موجود في الشاي وفي المياه الغازية وفي مشروبات الطاقة وموجود في القهوة وفي كل حاجات اللي هنشرب الكتاب كان بيحكي ان الكفايين تاني اكتر سلعة تداولا في العالم بعد البترول عشيء مخيف يعني الكفايين موجود في كل حاجة تقريبا فهو بيخلي مخك مش شايف كم الأدينوزايم اللي موجود في جسمك فمتنامش كويس أو متعرفش نام أصلا فيه ناس بتحكي بتقول طب انا بشرة بالقهوة خش انام عادي خلص بتحصل الكتاب بيقول ان فرق بين حاجتين من جودة النوم وكم من نوم انت المفروض تنام من سبعة لثمان ساعات كل يوم لكن ممكن تنامهم لكن بجودة سيئة جدا فتصحى الصبح تحس ان انت لسه ما نمتش الكتاب لما تقرأه وتعرف التفاصيل اللي جواها هتعرف ان لو شكلك على طول مرهق وحاسس ان انت بتتعصب بسرعة وبشرتك مش مبسوط منها ده بسبب النوم غالب ووزنك بيزيد وتعمل دايت وحاسس ان انت جسمك ما بيستجبش للنظام الغذائي اللي انت بتعمله ده غالبا بسبب النوم الوحش بتنسى كتير وبتلغبط وبتتعصب أسرع وكل الحاجات دي بتكتشف ان النوم اللي هو حاجة تبدو بسيطة جدا بس اللي لو انت بحتره هتكتشف ان تلت حياتك بتروح فيه بسبب النوم اللي مش كويس وبعد كده عرفت ان الكتاب ان فيه تخصص في الطب اسمه أطباء لمعالجة اترباط النوم فأي حد عنده اترباط في النوم ممكن يتفرج أو يقرأ كتاب هتستفيد منه كتير جدا وإذا حصلت في أي وقت ان انت محتاج استثارة الطبيب هيوصف لك انت كتر اللي ممكن تتعامل معه عظيم الكتاب هاي الكتاب التاني اللي احب احكيه لحضراتكو النهاردة دكتور محمد طه عامل سلسلة كتب اهمه ويمكن الكتاب الاكثر اتشارنا اسمه علاقات خاطرة وده نقدر نسميه يعني في علم النفس الاجتماعي كتاب الحمد لله مكتوب بالعربي وتقريبا بالعامية علم النفس الاجتماعي ده مكتوب منه 272 صفحة دكتور محمد طه استاذ في الطب النفسي في جامعة المينيا والكتاب الحياة بيكلم في حاجات كلها لها علاقة بالمشاكل لبينك وبين الناس اللي حولك بتكتشف ان في بواعد منها جاي بسبب التربية اللي انت فيها اللي انت تربيتها وجزء منها بيكون جاي بسبب اضطرابات بسيطة نفسية لو عرفتها وقدرت تكتشفها في العلاقة لبينك وبين الناس اللي حولك علاقة جبيرة هتكون افضل بكتير من اهم الحاجات اللي كان بيعكي علينا الكتاب نظريه الواحد اسمه ايريك بايين اسمها الاييغو ستيتس الإيكوستيتس دي بتحكي إن كل واحد فينا جواية ثلاث شخصيات شخصية طفل وشخصية شخص راشد وشخصية أب سلوكك بيتغير كل فترة وانت بتعامل مع الناس اللي حواليك شوية تتعامل شخصية الطفل وانت في حفلة وانت في خروجة تلاقي نفسك خفيف ولطيف وبتحذر وبتتحك وعايز تنكش ده وبتاع شخصية الأب لما يكون بتعامل في موقف آه محتاج شوية مسؤولية محتاج زبط وربط ما تتكلميش كده ما تدخنش ما تتأخرش شخصية الراشد أو الأدلت إيكوستيت دي اللي إيرك باين بيقولي يا سلام لأنه نفضل عايشين جواها أكتر الوقت اللي بتبص بزبط اللي بتبص على الفاكتس والحقائق اللي قدام حدتك وتاخد بناء عليها قرارات وتعرف تتناقش مع الناس اللي حواليك احنا طول النهار بنتمطط بين الثلاث شخصيات دول وأكتر الوقت الخلافات اللي بتحصل بيننا وبين الناس اللي حوالينا إن أنا الطفل اللي جوايا يكون هو اللي ركبني دلوقتي وبكلم الأب اللي ممكن يكون سيئ تصرفاتك دلوقتي فنكلاش في ثانية وهو الكتاب دايما أو إيرك باين كان بيحكي في الكتاب إن لو قدرت تعرف الشخصية اللي سيئ تصرفات الفرد اللي قدامك دلوقتي هتعرف تليئ تصرفاتك عليها عشان يضون تلاش تجادر وتعمل هارموني بينك وبينه في اللحظة دي أنا دلوقتي طفل فأنا طفل أنا دلوقتي كبير فأنا كبير ودي حاجة هايلة جدا بتبقى لذيذة بتبقى الحياة خطرة خطة صحيح الكتاب اللي بعده حلو صورة الفلين دون اسمه ناج وناج الحياة ترجمتها احنا كتابنا الدفعة بسيح في الحياة زغط يعني الحياة مش عارفة ترجمة ترجمة تانية كالسانستاين اللي مقال في الكتاب ده ده ماخد نوبل الحقيقة وهو كتاب في الاقتصاد السلوكي أو بيسموه البيهدرال ايكناميكس 305 صفحة مش بيتبع في الأسواق المصرية مترجم ولكن الملخصات بتاعتم موجودة على الانترنت مترجمة الكتاب ده باختصار شديد وهي وفية؟ أفندم المختصارات اللي بالعربي على الانترنت وفية للناس اللي تحاب تاخد فكرة عن الكتاب؟ ولا يا شوفي هي أحسن من صفر لكنها مش أحسن من كتاب أوكي لكن لو مش هتقرى خلص على الأقل الملخص ممكن يفيدك مقاقتا ناج باختصار شديد هو بيحكي بيقول إيه ليه أنا عارف الصح وما زالك ما بعملوش يعني بيجي عليها الدور أختار أعمل الصح ولا أعمل غلط بعمل غلط رغم أن أعرف أن ده غلط وده الصح الكتاب بيحكي أن الناس جوا دماغها النظاميين للتفكير فيه نظام أوتوماتيك وتلقائي وسريع جدا زي ما حرجت يقولي لي أنا رح نتغدى النهاردة فقولك أي حاجة أنا مش قادر فكر لكن لو قد لأ عشان خاطر يقول لي عايز تاكل إيه ده محتاج مجهوبة وأن أنا قاعد أفكر بتاعه ده النظام التاني في التفكير اللي محتاج تحليل واستبعاد لبعض الاختيارات والتدقيق في الاختيارات المتاحة عشان أقول أنا حاجه للوجب دي الكاتب بيحكي أن أفضل طريقة تخلي الناس تختار الصح لها هو أن تخلي الاختيار الصح في حيث تفكير التلقائي لأوتوماتيك زي بالضبط كان بيدي مثال لطيف قوي بيقول ليه حركة لما بتفتح التلاجة التلاجات المتقدمة يعني لو فتحتها وستهل وقت طويل فيه صفارة في التلاجة بتقعد تصفر ليه؟ عشان بتصفاش مفتوحة مش كده؟ هو أنت عارف حردك أن أنت المفروض ما تسيبش التلاجة مفتوحة وقت طويل عشان ما تبص ومع ذلك هم عاملين الصفارة دي عشان يديك نطج بسيط كده أنك تقفل التلاجة وتعمل حاجة هي في مصطحتك في الأساس فهو ده الكتاب اللي بيعمله بالضبط ودواغدين جازة نوبل على الكلام اللذي غيروا الكتاب بتاع جازة نوبل ده حتلقون في الدين حلوة أوي تعالي أحكي لكم على الكتاب اللي بعده أنا هزعل من أن الوقت هيخلص عارف أنا عايزة نعرض موظم الكتب وإحنا نفضل لنا تلتيني تاني لو ملحقناش هنكمل في الجلسة لا إحنا خلاص إحنا معاك على فكرة ماشي طبعا إحنا نوقت بالتاني خلاص بيضائف إن شاء الله بس تخلينا نعرض دعوش إن شاء الله يلا أحكي لكم على ده The Infinite Game بتاع سعيم إنسينك وده لما كنت زردوكم الجلسة اللي فاتت تتكلمنا عنيه ده بيكلم على نوعين من الماتشاط الناس بتلعبها طول حياتها فيه ماتشاط بتخلص زي ما تشكرها كانت التسعين ديه وعارفين مين بيلعب مين وعارفين إيه القواعد وإيه الرولز وسهل جداً وعارفين إزاي تكزم فيه ماتشاط يا أستاذة كريمة اللي هي The Infinite Game زي ماتش الكرير أو العمل مفيش واحد هيخد المركز الأول في الكرير في العالم عمر ما تقصر ولا حد هيطلع نبروان في الفن يا أستاذة كريمة ولا حد هيطلع بطل العالم في البيزنس الكتاب بيحكي طول الوقت إنه بتبقى المشكلة إنه انت بتلعب ماتش لا ينتهي زي الكرير أو الزواج أو يعني من الأمثال اللي قلناها بعقلية الماتشاط اللي بتخلص فبتلاقي نفسك عاشين بتقيس نفسك بالأرقام بس ما عندكش حاجة تحسسك بالنجاح غير انت بتجيب أرقام كم بتكسب قد إيه شاقتك كم متر عربيتك بكام مقارنات بالآخرين والأرقام تفرم أحد بحدش يدرقار نفسه بالأرقام تون الوقت هي معيار لذيذ لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل مستقيل ولوحده كتاب ده من الكتب الجميلة اللي كاتبه اسمه سايمن سينيك هو مؤلف أمريكي متخصص في إقدارة الأعمال في الأساس كتاب ده 251 صفحة ملخصاته مترجمة لكن الكتاب نفسه تعالي نروح لبعده وده جزء التاني من المواجهات والمناقشات الحاسمة ده بيحكي باختصار شديد جدا ازاي تقول لأي حد في وشه اعني مش موافق او مش عجبني من غير متقلب أخناقه وده عملية مش سهلة الكتاب ده مترجم في بعض المكتبات هو 211 صفحة يعني متوسط الحجم مش كبير قوي بنعتبره من كتب التنمية الزاتية لكنه كتاب لذيذ وبيعرفك ازاي تواجه ولادك بان هم مش مش عاملين اللي عليهم في المذاكرة من غير ما تكسرهم وتجرحهم ازاي تواجه مديرك بان في حاجات هو بيعملها اواجه مديري ده عملية صعبة جدا يعني افضل طريقة ممكن تعترض بيها وتواجه بيها الشخص انك معترض وتوجهه من غير ما يبقى فيك واجه من غير ما تقلبها بالزبط مع راكة حايل اقرب الكتاب ده ارجوك لا ده فيه ده فيه فصل بيكلم فيه على ازاي لو واحدة في شغلها تتعرض للتحرش من حد ما زميلها او المديران ده اللي انت حكت لنا فيه هنا في البنية بالزبط كده زي تعرفت التصرفي في موقف زي ده من غير ما تبوز الدنيا تعالي نشوف الكتاب اللي القابل الأخير بيتهالي لبعده ناظرية الفوزدو اسمه لزيزة اوي بتاع فهد عمر الأحمدي هو مؤلب سعود من كتب التنمية الزيتية لزيزة هو كتاب لطيف جدا هو 336 صفحة لكنه هو كتاب صفحات صغيرة فهو لطيف يعني احرألكوا ايه هي ناظرية الفوزدو باختصار فيك هي حلوة بصراحة اه اسمها لزيزة هو بيقول الكتاب دي عواره عن حكم مليان حكم لكن كلها جميلة وقصيرة جدا بيحكي تخيل ان احرادك نازل تشتري فوزدو للولاد في البيت ولما نزلت ركبت عربيتك ووقف في الإشارة لقيت عربية ووقفت جنبك كده بصيت للإساني رح بصفصلك نظر التحدي كده اتخلقت قررت انتوا الاتنين تجربوا بالعربيات وتسابقوا بعد هب و هب خبطوا وقلبتوا نزلت نزلت اتخلقت معي رح تخبط وخبطة ببتلعها مستريم ودخلت السجن هو انت كنت راح فين انت كنت راح تجيب فوزدو فالكتاب بيحكي اه نظريتي بتحكي ان في اوقات الاحداث تتضخم جدا لو ما حطيتش عينك طول الوقت انت كنت نازل تعمليه اصلا الهدف بتاعك لو روحك لو عينك بتطلع برا الهدف هتتجر المواضيع تانية ممكن تخليك تدخل في مطشط تضيعلك مستقبلك كله اوش عايزين ودوئروا نظريتي الفوزدو عشان محدش تخنك في الشيعة بس هو كتاب لازيز الكتاب القابل الاخير بتاع كريس بوز ده لازم احكيهوري كاملا في مرة من المرات ده بيحكي مين كريس بوز ده الاول كريس بوز ده كان الليد هوستج نيجوشيتر ده كان رئيس قطاع التفاوض على الرهاين في الاف بي اي يجب تاع 20 سنة وده بيدرس للناس تفاوض ممكن تسمعي منه احلى قصص في الدنيا وهو بقى مش بيتفاوض على مرتبه ولا بيتفاوض على انه يروح بدري من الشغل بيتفاوض على ناس يا حيفرج عنهم يا بعد الشرح يجرى لهم مشاكل كبيرة يعني اصعب انواع المفاوضات بقيت المفاوضات كلها سهلة بيقولك نيجوشيت اذا فير لايف ديبنز اونت يعني ازاي تتفاوض كأن حياتك متوقف على التفاوض ده من افضل الكتب الكتاب 274 صفحة الملخصات بتاعتهم مترجمة بس الكتاب نفسه مش متابع عايزين تحققوا اعلى مكاسب ايروك كتاب ده هيل اخر كتاب هحكيلك عليه اسمه The Five Dysfunctions of a Team وده ممكن تفرج عليه في كاس العالم بقى ليه فرقة ده اللي كاتبه باتريك لينسيوني الاول 274 صفحة كتاب متوسط مش ضخم بيتصنف من كتب ادارة الاعمال باتريك لينسيوني بيحكي ليه فرقة كل اللعيبة اللي فيها محترفين وشطار بلعب حلو قوي ومع ذلك ما تاخدش الدور بيحكي على خمس اخطاء اي فرقة لو بتقع فيها او بتحصلها مهما كان شطارت الفرقة دي مش توصل لأي حاجة خلص اخطاء كلها بسيطة جدا لكن وكلها موجودة في كل الفرق اللي في الدنيا او في معظم الفرق اللي في الدنيا لكن عمر محدر اتبهم بالترتيب اللي باتريك لينسيوني عمله من قصر في الكتب اللي بتتكلم عن الفرق وهتتفرجوا في كاس العالم على فرق مشهورة جدا وبتتغلب من فرق اقل منها فنيا لمجرد ان ينطبق عليها وده طبعا مش بس للفرق للفرق وفرق العمل الخاصة بالشغل والمجموعات العمل اللي انت بتكون عشان تحقق بيها اهداف انوار ابو ليدا بجد شكرا على التبع الكتب اللي انت نصحتنا بهم وانت لنا منخص عنهم سريع وبعد اذنك انت اضيف دائم على حديث القاهرة معنا انت والكتب وحالة الثقافة الجميلة اللي عملنا يعني بريف فرغيف انتقل عندنا في حديث القاهرة مع انوار ابو ليدا طبعا بنشكرك مرة تانية وبعد الفاصل هنشوف زمالنا العزيز خالد البرموي وفريق بورسة الكلام جهزين لنا النهاردة اشتركوا في القناة